ننتقل إلى باكستان حيث أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم الأحد موكبا عسكريا شمال غربي باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية وذلك يأتي في أحدث سلسلة عنف تهز البلاد وبعد يومين فقط من انفجار بمدينة كراتشي أصفر عن ثلاث عشرة ضحية وقال الجيش الباكستاني في بيان إن الانفجار وقع بالقرب من ميرانشاه عاصمة منطقة وزيرستان الشمالية المضطربة والتي كانت معقلا سابقا لحركة طالبان باكستان وأضاف بيان الجيش أن تفجير أصفر عن مقتل ثلاثة جنود وثلاثة أطفال وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم الانتحاري مضيفا أن قتلت الأطفال الأبرياء هم أعداء الإسلام والإنسانية ونقف مكتوف الإيدي حتى يتم القضاء على هذه الوحشية متعاهدا بمعقبة المهاجمين وقال الرئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على تويتر إن دماء جنودنا ومواطنين دين علينا نرده بالقضاء على الإرهاب في بلاننا وأكد أن تضحيات القوات المسلحة كانت فصلا ذهبيا في تاريخ البلاند ومكستان فخورة بشهدائها ونمتعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوب حتى الآن ترجمة نانسي قنقر